إلى شأن التربوي الآن نجتمع صباحة اليوم ممثلون نقابة الكناب باست بوزارة التربية الوطنية حيث جاء هذا الاجتماع لسماع لممثلية المكتب الولائي لولاية بجاية تحت إشراف المكتب الوطني للكناب باست بعد الإضراب الذي تجاوز أزيد من شهر بولاية بجاية ما أصفر هذا وأصفر هذا الاجتماع عن تمسك النقابة بالإضراب إلى غاية مواصلة جلسات التحور مع الوزارة. لليا داود عادت بالتالي الإضراب لا علاقة له بهذا اللقاء. الإضراب هو إضراب وطني ومن يشرف على الإضراب كهيئة تنفيذية هو المكتب الوطني ومن له الأحقية في توقيف الإضراب هو المجلس الوطني ونحن على استعداد للاستمرار في هذه الجلسات وليل وصول إلى أرضية نهائية لحل المشاكل في أقرب الآجال ونتمنى أن الأمر لا يطول في مسألة الإضراب. وفي نفس السياق أضف المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناب باس مسعود بوديبة أنه تم تكليف لجنة مخصصة تحت إشراف وزيرة التربية لتنقل إلى ولاية بجايا لدراسة مشاكل الأساتذة. بالنسبة لممتلي ولاية بجايا بأن هناك استعداد لتكليف اللجان تحت إشراف السيدة وزيرة التربية الوطنية لتنقل إلى الميدان لحل هذه المشاكل المطروحة ونحن هذا ما نتمنى في ولاية بجايا وكمكتب وطني نتمنى أنه هو بداية لفتح المجال للولايات الأخرى التي هي مطروحة الآن كمشاكل وهي موجودة في الإشعار بالإضراب الذي قدمناها نحن كمكتب وطني